اشتركوا في القناة ادام الإيرادات المائية لتغذي المحيرة حتى يكون عندنا خزين مائي وبسبب قلة تساقط الأمطار للموسم المطاري الماضي مما دعا وزارة الزراعة إلى عدم شمول المناطق المروية عن طريق محيرة حمرين بالخطة الزراعية نطلب شمول ثلاث مناطق بديالة بالخطة الزراعية التي هي ناحية العظيم قضاء الخالص ومركز الخالص وعلى ناحية هبهب هذه المناطق ممكن أن تروى من أيسر نهر العظيم بالنسبة للعظيم وتروى من أيسر نهر دجلة بالنسبة للخالص وبالنسبة ليهبهم فلاحون بيّنوا امتعاضهم الشديد نتيجة هذا القرار المجح في حسب قولهم فانعدام الدعم الحكومي وعدم صرف مستحقات الفلاح الذي أجبر اليوم على دفع رسوم عقود الأراضي الزراعية دون أي إنتاج أسباب أدت إلى ترك الفلاح أرضه والبحث عن مصدر رزق آخر خمسة وارمعين دونة فصار هذه السنتي أنتجة أزرع شحير ميوصن حنطة نستفاد منها فقط نتبع إيجارات وكل شي ما معانات الفلاح معانات شبيرة لا مستحقات فلاحين ولا مي يعني فوق هذا فوق ما أنت حاجز مستحقات الفلاحية فوق هذا ترجع للنوب تستثنينه من الخطة الشتوية يعني أنت حتى من رحمة الله ما يست يعني فلوس ماكو الخوف من المجهول يطارد الفلاحين في ديالة بعد أن أعلنوا إفلاسهم بسبب محاربة المنتوج المحلي من قبل جهات لها أذرع مع دول من أجل إنعاش اقتصادهم على حساب أبناء بلدهم هذا ما يراه مراقبون علي إبراهيم قناة دجلة ديالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر